السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد فيديو سريع جدا متكلم فيه على ازاي ممكن حراك تعمل انتساب او عضوية في قناة اليوتيوب المتوضع بتاعتنا عشان السؤال ده جالي كتير بحاول ارد في كومنتات او رسائل بس مش بعرف اوضح بالتفصيل فخلينا بسرعة نشوف الكلام ده في فيديو سريع اول حاجة هفتح المتصفح بتاعي ولو سمحت اعمل الكلام ده من الدسكتوب او من اللابتوب بلاش تعمله من الموبايل تفتح المتصفح ومثلا من جوجل هتعمل سرش على القناة لو كنابت مثلا تريبل اي ووراها اكسل ده اول كلمتين في اسم القناة وحدوس انتر وحتلاقي زي ما انت شايف القناة ظهرت عندك هنا هو هختار اسم القناة عشان يفتح لي الصفحة الرئيسية بتاعة القناة اول ما هيفتحها هتلاقي فوق على اليمين ده طبعا صفحة الرئيسية فوق على اليمين جنب اسم القناة على طول بس على اليمين هتلاقي زرار مكتوب عليه جوين اول ما هتدوس على زرار جوين هيفتح لك ويندو تانية وحتلاقي فيديو قصير اشتغل بيشرح لك ايه هي مميزات الاشتراك في القناة تحت الفيديو ده على الشمال هتلاقي فيه مستويات الاشتراك فيه المستوى الاول فرند ده ب 15 جنيه في الشهر ولكن حاليا فيه برومو البرومو ده يعني فيه خاص من 50% بس الاول شهر فقط يعني اول شهر يخصب منك 7.5 جنيه وبعد كده يخصب منك 15 جنيه بالكامل كل شهر المستوى التاني اسمه سيريس ليرنرز وده 75 جنيه السعر العادي وبرضو عليه برومو 50% تدفع 37 جنيه ونصف اول شهر وبعد كده تدفع المبلغ بالكامل لو انت عايز تستفيد بالمحتوى الخاص باعضاء القناة بس ده موجود بس فيه مستوى سيريس ليرنرز مش موجود على مستوى فرند بس عشان اعرفك وميحصلش اي لغة او لخبطة بعد كده هتدوس على الزهار بتاع جوين لما تختار المستوى اللي انت عايزه وليكن سيريس ليرنرز هنختار بعد كده جوين هيفتحينا ويندو تانية الويندو دي مطلوب فيها بيانات الكارت الحركة هيدفع منه ممكن يبقى دابت كارد او كريدت كارد دابت يعني الكارت الخاص من المباشر او الكريدت كارد اللي هو كارت الاقتمان بتدخل رقم الكارت هنا وبعد كده تاريخ الاكسباريشن بتاعه والسي في سي ده الرقم اللي موجود على ظهر الكارت علشان السيكوريتي يتأكد ان انت الشخص اللي معاه الكارت فعلا وبعد كده في الاسم بتاعك بتدخله هنا اسم الموجود على الكارت وبعد كده البلينج ادرس طب لو انت ما عندكش كريدت كارد خالص وعايز تعمل عاملات الاشتراك دي ممكن في بعض البلات فيها طرق اخرى مثلا في مصر في محافظ زي محافظ فودوفون كاش لو انت عندك محافظة فودوفون كاش ممكن عن طريق الابليكيشن بتقدم على حاجة اسمها وان تايم كارد يعني كارت بيطلع بيديك رقم لمرة واحدة بس بعد ما بتعمل الاجراءات المطلوبة على الابليكيشن بيديك رقم كريدت كارد يستخدم لمرة واحدة ممكن تستخدمه هنا ولما بتدفع عن طريقه بيخصم من محافظتك في فودوفون كاش دي مثلا احد الطرق لما بتعمل القصة دي سواء عن طريق الكارت الطبيعي الدبت او الكريدت او الكارت اللي انت جاي برقمه من محافظة فودوفون كاش مثلا او اي طريقة اخرى من الطرق اللي ممكن تكون انا ما اعرفهاش سواء كانت في مصر او خارج مصر بعد كده بتنزل تحت بتلاقي زرار اسمه باي بتدوس على باي وبكده بتكون حركة اشتركت طبعا بينفذ بقية العملية لو طلب منك او تي بي او طلب اي حاجة خاصة بالبنك بتاعك لازم تقوم بتنفذها وكده تكون حركة خلاص اشتركت في القناة حسب المستوى اللي حركة اخترته اتمنى يكون الفيديو وضح الاجراءات كلها كيفية الاشتراك او الانتساب الى القناة بشكل واضح ويكون جاوب على الاسئلة اللي بتجيلي باستمرار شكرا جدا لوقتكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته